من ولاية عنابة أين تدعم قطاع الصحة لولاية عنابة بمخبر علم الجراثيم خاص بتحاليل كوفيد-19 والذي فتح منتصف الشهر الماضي بالمؤسسة الاستشفائية الحكيمة ضربان للأمراض المعدية بتقم طبي شاب مؤثر من طرف أساتذة جامعيين متكون من 19 طبيب مقيم و10 أساتذة جامعيين مختصين في الأمراض المعدية أتفاصيل مع عبد الناصر قلال 22 سرير في بنو سينا في الكروبي 22 سرير وبجواره المصلحة التي سيتم كذلك استغلالها في نفس الموضوع تحتوي كذلك على 22 سرير أي بسعة 44 سرير هذا دون أن ننسى بصلحة الإنعاش الطبي التي تتوفر على 20 سرير ومصلحة الطب الأطفال على 13 سرير بالإضافة إلى الإنعاش الطبي للأطفال ومصلحة الطبي للأطفال على 16 سرير ترجمة نانسي قنقر